خليني كمان تنضم إلينا زملتنا العزيزة سالي سالم وفادة التلفزيون المصري من المنطقة الخضراء أهلا بك يا سالي وعايزين بقى نعرف الشكل عامل إزاي الزخم اللي حصل ده وصل إلى أي مدى تعليقات الناس بالمناسبة يعني أنا وحب الناسبة نشغل أو يا سالي بالتعليقات بتاعة البني أدمين اللي ماشيين في الشوارع وردود أفعالهم وشكل نظرتهم للحاجات دي نقطة الشبان اللي موجودين هناك سواء إذا كانوا من الأجانب ولا من المنظم يعني أنا عايز أحكيلي يا سالي وأسهيب القول نعم يعني تحياتي لك يوسف وتحياتنا لمشاهدين الكرام يمكن كنا بنتكلم عن إن شرم الشيخ اتغيرت تماما بالفعل شرم الشيخ اتغيرت عن منذ خمس شهور المدينة اختلفت بكل حاجة والمدينة ليلا غير المدينة صباحا يعني يمكن أنت الشاشة ورايا أو الصورة ورايا بيبين قد إيه الألوان والصورة والهوية البصرية الموجودة داخل المنطقة الخضرة هنا هي هائلة يعني مؤسرات بصرية ومؤسرات صوتية وكافة المؤسرات اللي بتجذب كل الناس اللي يعرفوا عن المنطقة الخضرة ويعرفوا عن حديقة السلام واللي كمان ما يعرفش عن الحديقة دي وبيشوف الأضواء وبيشوف النمازج اللي موجودة هنا حتى من خارج الأسوار بيكون عنده فضول كبير إن هو يدخل يعرف إيه اللي موجود هنا الحديقة دي هي بتعتبر جزء من المنطقة الخضرة الحديقة دي فيها نمازج كتير جدا يعني ما يزيد عن خمسين نموذج ونشاط هي أفقار مختلفة لو من بعيد شفنا النمازج دي هنلاقي إن هي ممكن نشوف إن هي أشكال معمولة بديكورات أو 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 لكن النمازج دي هي عبارة عن مخلفات سواء بقى مخلفات ورقية أو مخلفات بلاستيكية أو خشبية أو غيرها اللي هي بتضر البيئة ولكن باستخدام بعض الأفكار من قبل الشباب المنظمين اللي هما من اللجنة التنظيمية أو الشباب المتطوعين عاملين أفكار كتير جدا في النمازج دي استخدام الأكياس البلاستيكية بطريقة لا تضر البيئة استخدام الخشب المنتجات الخشبية بطريقة لا تضر البيئة استخدامها في تشكيل أشكال معينة تجذب الانتباه تخلي الناس تدخل عايزة تتصور صور تسكرية مع النمازج دي المؤثرات البصرية والرسائل اللي بتحاول توصلها النماذج دي عن قد إيه لازم الإنسان يتعامل مع البيئة بشكل يعني فعال ونشط مش بشكل دار الطبيعة بتتعافى مع نفسها يعني دي بخليقة ربنا ولكن الإنسان بيدر البيئة دي نتيجة الانبعاثات اللي بتحصل من الأنشطة المختلفة يمكن الصوت اللي انت سمع ورايا يوسف دلوقتي هو جزء من مؤثرات صوتية ضمن شاشة كبيرة بيتم فيها عرض فيلم أو جرافيكس بتعبر عن الطبيعة في حالة إن الإنسان ما كانش بيتعامل بهذا التعامل السيء وفي حالة إنه هو بيتعامل تعامل سيء إزاي الطبيعة هتبقى كده بعد عدد من السنين وده طبعا بيتماشى مع الهدف الرئيسية اللي بتتم على مستوى الفعاليات الرسمية والله يساني أنا كنت لسه أسألك ويمكن ذكرها زميلي العزيز يوسف وبنتبعها على مدار اليوم يعني الفعاليات الرسمية دي تفضل يا يوسف لأ أنا كنت لسه أسألك هقول لك هو أنتم دلوقتي بتمشوا في شرم الشيخ الناس بتسمع مزيكة في الشارع يعني إحنا وصلنا للمرحلة دي آآ آآ إحنا ده بجد آآ إحنا إحنا موجودين هنا دلوقتي المزيكة دي والمؤثرات دي قوية جدا يعني إحنا حاولنا نبعد شوية علشان ما يبقاش يبقى صوتنا إحنا على الأقل واضح ولكن المؤثرات فعلا حتى لما بتشتغل الأفلام الجرافيكس دي السوت بيبقى قوي جدا آآ آآ اي حد من برة بيبقى عنده بدول عايز يعرف إيه اللي بيحصل جوه خلينا أقول لك برضو أنه آآ الحديقة من كتر ما هي كبيرة وعلى مساحة كبيرة قوي وفيها عدد من القاعات اللي هي متخصصة بالجناحات الحكومية وإيه الأنشطة الخاصة بالقطاع الخاص والمعارض زي معارض ترسنة ومعارض ليه الشباب ومعارض ليه وزارة التضامن ووزارة الثقافة وغيرها من الوزارات لا التنقل كمان حتى زيز المية معمولة كرتونية علشان ما تضرش البيئة التنقل بيتم عن طريق يا إما سكوتر كهربائي يا إما عجلة كهربائية يا إما جولف كار برضو كهربائية وده بيأكد أو بيخلي الناس الموجودة هنا حتى لو هي ما عندهاش وعي كبير بإيه هو الحاجات اللي ممكن نتجنبها علشان نقلل من الانبعاثات دي نقلل من الأضرار اللي بتحصل للمناخ حيعرف من خلال وجوده هنا يعني وجوده هنا هو وجود توعوي بيتعلم منه شيء مش بس الشكل يعني لو لفت نظري الشكل من برا علشان أتصور حتى مع المجسمات أو مع الإضاءة أو حتى النفورة الموجودة أو الجسر الموجود اللي بيعدي من منطقة لمنطقة أو شكل القاعات لأ هدخل جوه هنا هلاقي لأ في حاجات كتيرة بتخليني أبا إنسان فعال مع البيئة حتى يعني سلات المهملات هي مقسمة ليه عضوية وبلاستيكية وغيرها المكان بيجبر كل زوار أو كل من يرتاد هذا المكان أنه يكون فعال يكون أخضر زي ما كنت بتتحدث معي يوسف منذ قليل كل التفاصيل أنت هتعرف إزاي تتعامل حتى بعد ما تخرج من هنا هيصعب عليك لكن أنت تعمل حاجة غير اللي أنت تعودت عليها جوه فيمكن ده جزء من الأنشطة أو الفعاليات اللي بتتم للناس العادية أو حتى الأجانب الموجودين أو السياح الموجودين في المدينة أو حتى المصريين اللي بيوجوا شرم الشيخ عشان يصيفوا أو غيره حيعرفوا إيه اللي بيحصل حيعرفوا إيه هي القضية المناخية لو مش متابعين أخبار أو مش متابعين فعليات رسمية اللي العالم كله بيشوفها لأ حيشوف هنا أو حيعرف من هنا إزاي يكون إنسان فعال كمان فيه فعليات هتبدأ من بكرة الفعليات دي هي عبارة عن أنشطة رياضية إزاي الإنسان يكون إنسان رياضي منها يوجا ومنها فتنس ومنها غيرها حيكون لها جدول زمني معلن حيتم بعد افتتاح المنطقة دي بكرة للزوار خليني أقول لك أيضا إنه فيه مجالات كتيرة يقدر الإنسان يشتري منها منتجات صديقة للبيئة زي معرض طراصنا اللي فيه أشكال كتيرة وحرف يدوية كتيرة هي من منتجات صديقة للبيئة يمكن أنا صورت مع نموذج جوة هي بنت بتستخدم إزاي الأزايز بدل الأزايز اللي هي أزايز المياه الغازية إزاي إن هي تعمل منها كبيات تعمل منها حاجات تانية بدل ما إحنا نرمي الإزازة في الشارع فتتكسر وإحنا ما استفدناش منها حاجة إحنا بندر البيئة لا إحنا إزاي نعملها منتج نقدر نستخدمه في البيت نقدر نستخدمه حتى في مكاتبنا نقدر نستخدمه في أي مكان فإزاي الفكر ده موجود عندنا عند شباب شباب مصري وشباب من الدول العربية بيشاركوا هنا في مبادرات مختلفة ده جزء مهم جدا بعيد بقى عن الفعاليات الرسمية عندنا أنشطة سياحية وثقافية بتقوم بيها وزارة الثقافة بتقوم بيها المحافظة ده ليه الحاضرين أو المشاركين من المصريين والأجانب بعد الفعاليات الرسمية بتبدأ الجداول دي فيه خليج نعمة فيه السوق القديم وأيضا كمان فيه محافظات مختلفة علشان نعرف الناس الموجودة في المحافظات أن الفعالية الثقافية دي هي مرتبطة بمؤتمر بيقام في شرم الشيخ المؤتمر ده للتغيرات المناخية فيا جماعة ناخد بالنا علشان آه إحنا أقل أو الدول من الدول اللي ليس لها تأثير كبير على التضرر المناخي ولكن إحنا لازم نشارك ولازم نبدأ مدينة شرم الشيخ المدينة الخضرة هي بداية لنموذج يعمم على كافة المحافظات والمدن استخدام الأوتوبيسات بالهوية البصرية اللي بتعبر عن الطبيعة الشمس وطواحين الرياح اللي برضو فيها نمازج موجودة هنا داخل هذه الحديقة التاكسي الزكي استخدام التكنولوجيا في تطوعها لاستخدام الاقتصاد الأخضر الطاقة الشمسية الغازة الطبيعي كل دي نمازج يمكن حتى السكان الموجودين الأصليين بتوع المدينة فرحنين بدا يعني حاسين إن فيه تغير أنا يعني وإحنا بنتجول في الممشى حتى السياحي الموجود برا اللي هو أيضا نموذج ومشروع بيربط ما بين خليج نعمة والسوق الأديم ده 12 كيلو متر وهويته البصرية حلوة جد 12 كيلو 6 كيلو من خليج نعمة يعني 6 كيلو ذهاب و6 كيلو عودة عايزة أقولك إن أنا شفت ناس بسيطة من السكان العاديين طالعين يعودوا يشربوا ويجيبوا مشروب من أي مكان ويعودوا يستمتعوا بالجو يستمتعوا بالمنظر بياخدوا صور تسكرية كل دي يعني حاجات بنشوفها في شرم الشيخ لأول مرة يعني شرم الشيخ طول الوقت الناس بتقول شرم الشيخ مدينة جميلة لا شرم الشيخ دلوقتي فعلا اتغيرت صورة مبهجة جدا صراحة يعني الواحد فخور إنه في مشاريع وأفكار موجودة في بلدنا بنصدرها لكل دول العالم الدول الصناعية الكبرى بتتعلم مننا إزاي تكون ذاتا اقتصاد أخضر لو عايزت تسألي في حاليا يوسف أنا معاك ده أنا يعني أنا تعبتك معايا خالص يعني كفانا موقفك الوقفة دي يعني حرام يعني لكن حقيقة أشكرك على إنك إدتيلي صورة يا سالي عاملة بالزبط لزمان أنا غاويص لي راديو طول عمر يعني فكان دايما يعلمونا أنا تعلمت أستاذ صديقة حياتي اللي علمتنيها فكانت تقولي إنه المزيع الشاطر في الإذاعة تحديدا هو اللي يخليك وإنت سمعه شايف الصورة قدامك فأنت عملت بالزبط اللي أنا تعلمت ويجي من 25 سنة على إيد العظيمة الرائعة أستاذ صديقة حياتي ربنا يا ربي اديها الصح خين الأول أشكرك يا سالي كل الشكر لكي زميلتي العزيزة سالي سالم وفدت التلفزيون المصري من المنطقة الخضراء بشرم الشيخ